مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار من بعد انتهاء رضا الوهابي من تسجيل أغنية الجديدة بالمغرب عم يستعد رضا حاليا لتصوير الفيديو كليب وأعلن عن هذا الشي بستوريهاته على انستغرام احتفلت رغدا بارحة بمناسبة تخطيها لحاجز 3 مليون متابع على انستغرام مع متابعينها وأصدقائها وشاركت مجموعة من الاسطوريهات وفيديو بهذه المناسبة إلا أن فرحتها لم تكتمل مع الأسف وتفاجأت وجمهورها بنزول عدد متابعينها ل 2.9 مليون متابع ولحد الآن ما تلقت أي جواب عن سبب نزول عدد متابعينها بمئة ألف متابعة من بعض الحادث الخطير اللي تعرض له جودي قبل أيام واللي نتج عنه كسر على مستوى الكتف أخيرا والحمد لله رجع جودي للسوشال ميديا سليما معافا بعد العملية ونزل فيديو جديد على يوتيوب وبعض الاسطوريهات على حسابه على انستغرام عودة موفقة لجودي هو ذلك الذي تطلبه نجمتين فيعود حاملا السماء بهذه الكلمات عايد غيث مروان أباه باسطوري على انستغرام بمناسبة عيد ميلادو فلاحظ عدد كبير من الناس نسبة الشبه الكبيرة بينهم ما رأيكم؟ كتبونا رأيكم بخانة التعليقات باسطوري على انستغرام واللي أجابت فيه عن سؤال متابعة لإلها صرحت ياسمين تيفي أنه أصعب شي كان بحياتها هو انفصال أهلها لما كانت صغيرة حيث كان هو رياسو لما انفصل أهلها عن بعد خمس سنوات من بعد ما انتقل أنس وأصالة لكاليفورنيا واستعرضوا بيتهم الجديد بآخر فيديوهين لإلهم على قناتهم على يوتيوب وعد أنس وأصالة متابعينهم بمحتوى عائلي جديد وفريد من نوعه يشبه المحتوى الغربي ولكن بطابع عربي فمع استعراضهم لأماكن من البيت حمسوا المتابعين بعدد من الأفكار والمخططات اللي عم بيحضروا لإلها للفيديوهات والمحتوى المستقبلي حيث اعتذر أنس من المتابعين لعدم التفاعل معهم على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لانشغالهم بترتيبات النقلة للبيت الجديد والاستقرار الكامل بكاليفورنيا من بعد الإعلان عن وثائقي أنس وأصالة أخيرا تم إصدار الحلقة الأولى من الوثائقي على قناة اليوتيوبر أحمد النشيط اللي أشرف بالكامل على كل الوثائقي حيث كان عنوان الحلقة الأولى البداية واللي كان موضوحه طفولة أنس وأصالة وأحلام طفولتهم ومسيرتهم على يوتيوب وكيف تمكنوا من رسم طريق نجاحهم وقصة سواجهم ولقاءهم ببعض إلا أنه وبالغلط وقبل إصدار الحلقة الأولى سرب أحمد النشيط الحلقة الكاملة على يوتيوب وشاهد الحلقة عدد قليل من المتابعين قبل إصدارها من بعد ما حدد محمد جواني تاريخ 10-10-2020 ليكون يوم إصدار أغنيته الجديدة وفيديو كليب جديد على قناته على يوتيوب أعلن جواني عن تأجيل الموعد لوقت لاحق والسبب كان مثل ما ذكر بآخر فيديو على قناته على يوتيوب بعنوان بسبوسة أنه ما رح ينزل للفيديو كليب لأنه بيسان إسماعيل حددت موعد نزول فيديو كليب أغنيتها الجديدة بنفس اليوم وأجاب جواني بنفس الفيديو على الناس اللي اتهمته بسرقة كلمات أغنية وردة وردة وهي الأغنية اللي نزلها قبل شهر واللي صارت محققة أكثر من مليون مشاهدة إلى الآن بابي لكل الناس اللي سألتني طب الجواني ما حكيتنا إما التاريخ الغني أوكي يا جماعي ما شاهد فيديو اليوم يروح يشيوكو ليبهم كل شيء اثنين أنا عم بشتغل على غنيتي وما بدي أكون فيها أي مشكلة يعني أنا ما يناصب على شركات إنه عندي وصاري وما عم بطعب على الأغاني وآخر شيء أنشر وآخر شيء نضرب لأنه أنا عامل وصخنة مع شركات وناس كثيرة مشان لك أنا الأغانية بايتنا عم بشتغل عليها أنا عم بطعب عليها من الحال اللي نحن عم بشتري عم بحاول أطلع بصورة حلوة بكلب حلو ما عم بخور فنان بحبكونا يا جماعة واللي ما شاهد فيديو اليوم يروح يشوفوا على السريع تحياتي من بعض غيابه لفترة من على السوشيل ميديا شارك مرسا الستوري على إنستغرام أعلن فيها عن عودته للسوشيل ميديا وبقوة وراءه الأمور بس بعد راجع باكتساح فيه شغلة مدايقتني كمان إنه أخذت هيك موقف صراحة ادايقت أنا كتير صريح معكم أكيد متأمل بناس لما نزلت الأغنية إنه يوافضوا معي يطلعوا للأسف ناس مصلحجية بس وقت بدنوا شي بحقوني مرسال عكل حال أنا مبسوط بالدعم اللي صار على الأغنية ومحبتكن هي الشي الأساس لألي وإن شاء الله الأعمال الجايرة تكون أقوى وأحلى شكرا نزل ريدار أغنية جديدة على قناته على يوتيوب بعنوان كرنفالي وبعد تحليل من الجمهور لكلمات الأغنية توصل عدد كبير من الجمهور وأجمعه على أنه بيقصد فريق فافا نابولي وخاصة ويسام تيكت بالكلمات أما في جزء تاني فأجمع الجمهور كمان أنه بيقصد أحمد أبو الرب لأنه جاب سيرة الهبد والمحتوى بكلمات الأغنية شو رأيكم؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات أما نور ستارس فعم بتحضر هاي الفترة لبيتها الجديد بدبي وتستعد للاستقرار فيه مع عائلتها حيث وعدت المتابعين بجولة بالبيت فور استقرارهم قريبا أعلنت بيسان اسماعيل عن أغنيتها الجديدة بعنوان البجن ولكن بعد ما تم إصدارها على قناتها على يوتيوب تم حذفها بنفس الطريقة اللي انحذفت فيها أغنيتها مسيطرة اللي أصدرتها قبل شهر فنزلت بيسان الفيديو كليب الكامل للأغنية على حسابها على انستجرام لتشارك بعدها ستوري كتبت فيه مضطرة أحكي كل شي مين ضربني وليش وهذا رح يكون عنوان الفيديو المقبل بقناتها على يوتيوب لتحكي أسياء وأسرار جديدة حبايبي أنا نزلت من شوي غنية مسيطرة على قناتي وانحذفت وعادي ما عندي أي مشكلة أنا نزلت على الانستجرام وحكيت هذا الموضوع حبايبي أنا إنسانة أنا بيسان اسماعيل أنا صوتي حلو أنا عندي ناس بتحبني وناس معي على المرة قبل الحلوة وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوب برس أول بأول اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر